تحت رعاية سمو شيخ عبدالله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قامت وزارة العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف احتفالاً لمساء أمس بذكرى المولد النبوي الشريف بجامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي وبهذه المناسبة أكد وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية بوزارة العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح أن الأمة بحاجة مس إلى العودة الصادقة للنهج الوسطي الرحيم الذي أراده الله تعالى لأمة الإسلام بعيداً عن التطرف في الفكر والغلو في السلوك لتصحيح المفاهيم الخاطئة وإبراز الصورة النقية الحضارية الراقية للدين الحنيف التي حاول المتشددون والمتطرفون إلساقها بالإسلام والمسلمين بفكرهم الإرهابي المتطرف وسلوكهم الإجرامي من جانب أكد فضيلة الدكتور إبراهيم لمريخي رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية أن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مولداً عادياً بل إنه مولد أمة فيما قال فضيلة الشيخ نصر العصفور القاضي بمحكمة التمييز الشرعية الجعفرية إنه علينا كمسلمين أن نتخلق بأخلاق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام وذلك بالأخذ بطرف من أخلاقه وجميل صفاته والسير على نهجه بالاقتداء والاهتداء به وبسيرته وأن نعمل على إصلاح أنفسنا والارتقاء بذواتنا وأعمالنا وفي كل مفاصل حياتنا ترجمة نانسي قنقر